موسيقى الحمد لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم أحمدك رب حمد لا يعد وأشكرك شكر لا يحد على ما أنعمت علينا من نعم لا تحصى ولا تعد أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم أعزائي المشاهدين إخواني أخواتي أبائي أمهاتي داخل وخارج الوطن عبر قناة البلاد نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله طيبة مباركة وتحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب من شاكم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنان مقاعدا من نور إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الكريمات كلنا يعلم أن شريعة الله عز وجل أولت أيما عناية بالمجتمع هذا المجتمع كي يصلح وكي يعيش الناس فيه في هناء وسعادة وسؤدد لابد له أن يقف على دعائم قوية وصلبة هي دعائم الأخلاق والقيم من بين هذه الدعائم التي نود أن نناقشها في هذه الجمعة المبارك دعامة الصدق وما أدرك من الصدق الذي قيل فيه زمانا الصدق سلم الوصول إلى المأمول يسعدني بل يشرفني أن يكون ضيفنا في هذه الظاهرة المباركة فضيلة الدكتور فريد تيريكي مرحبا بك الدكتور الله يبرك فيك أستاذ أحمان وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة جزاك الله خيرا على استجابتكم صلى الله عز وجل يبارك فيكم وتنتفع الأمة إن شاء الله عز وجل من كلامكم إن شاء الله عز وجل شيخنا الفاضل رسالة الإسلام ورسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي رسالة إصلاحية هي دعوة إصلاحية لإصلاح المجتمع وعلاج مختلف الأفات التي تنتج في حياة الناس قلت في بداية هذا الحديث أن أيما مجتمع كي يصلح العيش فيه يجب أن يقف على دعامات من بين هذه الدعامات دعامة الصدق وما أدرك ما الصدق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المشاهدون الكرام المشاهدات الكريمات أستاذ دحمان أحييكم جميعا في هذه الظاهرة ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نقضي سويا لحظات ممتعة ومفيدة من خلال لقاء الجمعة ومن خلال هذا الفضاء ورح نجيب الحديث الكلام حول المجتمع وما أدرك من المجتمع أربي سبحانه وتعالى كما أشرتم أستاذ دحمان وأسلفتم أن أربي سبحانه وتعالى أعطانا الإسلام من أجل أن يحسن ومن أجل أن يصلح من أوضاعنا هذا الأوضاع اللي موجود فيها من انحراف وموجود فيها من فساد وموجود فيها من إعوجاج أربي سبحانه وتعالى أعطانا هذا الدين لكي يغير الوضع إلى وضعين أحسن إلى وضعين أفضل يكون فيه المجتمع مجتمع مستقر يكون المجتمع فيه مجتمع الخير يكون فيه المجتمع مجتمع تعبيناء ليس مجتمع تعهدم بتعبير آخر الإسلام أعطانا بعض المعالم الأساسية للمجتمع المأمولة للمجتمع الذي نريده هو المجتمع الذي نحلم أنه يتحقق في أرض الواقع هذا المجتمع ينبعني على مجموعة من القيم ونحن نقول المجتمع باش الإنسان اللي راه يشاهد فينا يفهم أنه الدين لا يريده فقط الفرض وإنما يريد المجتمع المجتمع هذا فيه توجد مجموعة من الفئات الفئات هذه فيه النخبة الناس المثقفين الناس المتعلمين الناس القاريين فيه الناس الأميين الناس الجهال فيه التجار فيه الآباء فيه الأمهات فيه الأبناء فيه يعني اللي يرهم على قدر عالي من الثراء فيه اللي يرهم التوسطي الدخل فيه الناس اللي يرهم معدمين فيه الحاكم والمحكم فيهم الحاكم وفيهم المحكوم بتلك كل طوائف المجتمع يعنيهم هذا الكلام وحنا عملية الإصلاح ولا عملية التغيير السلمي والهادف في أي مجتمع من المجتمعات لازم يشارك فيها الجميع ما يقدرش يبني المجتمع فرد واحد ولا جهة وحدة ولا نخبة معينة المجتمع الذي يريده الإسلام أن يبنى على دعائم قوية والمجتمع الذي يشارك في عملية البناء فيه وعملية الإصلاح كله طوائفه وكله أفراده كل واحد من الموقع التيعه وكل واحد من المركز التيعه كل واحد بنسبة تأثيري في المجتمع ولعل كما أشرت مستد أحمان الحاجة الأولى اللي يتبنى عليها المجتمع هو الصدق ما نقدرش يعني يكون عندنا مجتمع مستقر إذا كان مبنيناش العلاقات التاعنا الاجتماعية على أساس من الصدق لذلك نلقاو أنه النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته الإصلاحية وفي دعواته الإصلاحية أول شيء ركز عليه ركز على مسألة الصدق يعني هذا كالراصيد التاع الصدق الذي عنده هو الذي جعله يقتحم الحياة ويقتحم مجتمع الشرك ومجتمع الضلال بش يبني مجتمع جديد واش قال لو كنت محدثكم أو لو كنت أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الوادي وكنتم مصدقي يعني هل راكم تامنون تصدقوني واش قالوا له قالوا ما جربنا عليك كذبا قط صادق الأمين لأنه كان معروف الجاهلي بأنه الصادق الأمين يعني حتى قبل النبوة يعني نعم صفة الصدق لأن هذا الراصيد اللي كان يملكه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خلاه يباشر عملية الإصلاح والتغيير في المجتمع لو كان وأعوذ بالله من هذا الكلام لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف بصفة أو بخصلة غير خصلة الصدق في الجاهلية هل كان واحد ربما يسمع له هل كان ربما واحد يتبع الأثر التعوى هل كان ربما واحد يقتنع برسلة التعوى بالدعوى التعوى أبدا لأن الناس في النهاية في البداية وفي النهاية تتأثر وتقتنع وتتبع أثر من كان صادقا نهار قالوا له ما جربنا عليك كذبا قد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يزرع في الفكرة التيعه ويحدد المعالم تاع رسالة تحوه فأول شي يبني عليه الإنسان عملية الإصلاح هو عنصر الصدق وحنا في الدين تعناه أستاذ دحمان المجتمع الذي نريده هو المجتمع الصادق ما يكفيش أنه غير ليصليه في الجواء مع غير نسمة الدينين لنجم يكونوا صادقين وإنما لازم تكون هذا الخصلة هي ثقافة المجتمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهار بدأ يتحدث عن مسألة الصدق واش يقول قال لهما قالوا له يا رسول الله أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَابَانًا؟ قال نعم أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قال نعم يقدر يكون إنسان مؤمن ولكن ما عنده الشجاعة ما عنده الكوراج كما نقوله حنايا يقدر يكون إنسان مؤمن ولكن إنسان بخيل ما يقدرش يخرج دوره مجيبه إلا بشق الأنفس أن يكون المؤمن كذابا قال لا ما يقدرش يكون مؤمن وفي نفس الوقت يحمل صفة الكذب لازم يكون مؤمن منطقيا يستلزم ذلك لازم يكون عنده عنصر الصدق فالمجتمع المجتمع اللي يكون فيه الأمن ويكون فيه الاستقرار هو المجتمع الذي يبنى على الصدق وإذا كان شاع الكذب في المجتمع الكذب مع أن ترح يكون هناك نوع من الخوف نوع من الخيانة بين وسط الناس الإنسان اللي يعيش في مجتمع فيه صدق يحسب الاستقرار يحسب الإطمئنان والإنسان إذا كان عاش في مجتمع تفش فيه الكذب وانتشر فيه الكذب الإنسان يقول يعيش في الخوف يمشي في طريق ره يخاف يروح يدخل للسوق يخاف يدخل إدارة يخاف لأنه ما كانش صدق لكن عندما تصبح هذه الخصلة هي ثقافة الجميع عندئذ الإنسان يعيش حياة حياة هنية وحياة مطمئنة الشيخ نالفاضي قلتم أن كل فئات المجتمع يجب أن تتسم بهذه الصفة وهذه القيمة قيمة الصدق ودنا لو نوجه مجموعة غرسائل لمختلف فئات المجتمع كي نستفيد من هذا الخصلة وهذه القيمة إن شاء الله عز وجل إن شاءته من نبدأ أن نبدأ مثلا بولاة الأمور بالمسؤولين الذين أي مسؤول يعني على مستوى الدولة وعلى مستوى البيت وعلى مستوى العمل كل ذي مسؤولية يجب أن يتصف بهذه الصفة صفة الصدق نعم خاصة أستاذ دحمان إنسان كيكون في منصب عنده تكليف شرعي عنده تكليف قانوني وتأثيره في المجتمع تأثير كبير أصحاب الولايات بدأها من المسؤول الأول رحل الوزراء رحل الولايات رحل الرؤساء البلدية رحل عندهم مؤسسات رحل عندهم مصالح معينة هذو هما ليعطيوا الثقة في مؤسسة الدولة وبالتالي باش يكون هناك ثقة لازم يكون هناك صدق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي تحدثي قولك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بمعنى هذا الإنسان المحاسبة تعوى عن ضرب يوم القيامة محاسبة شديدة جدا وكبيرة يذكر من ذلك الإمام الكذاب ويقصد بذلك الإنسان يكون ولي الأمر ويكذب على الناس في حديث ثاني يقولك ثلاثة لا يدخلون الجنة ويدقل منهم الإمام الكذاب ولي الأمر لأن أستاذ دحمان ولي الأمر لعنده مسؤولية عظيمة في المجتمع كي يكون صادق مع الناس هذا يعطي ثقة ويعطي الطمئنان للمواطنين تجاه كل ما له علاقة بمؤسسة الدولة لكن واحد كيكون ولي أمر يكذب على الناس ويفتري عليهم ويقول ندير حاجة وما يدير هاش ويوعد بمشاريع وما يديرهمش هذا يخلي المواطن يفقد الثقة في مؤسسات دولته وإذا كان المواطن الشيخ دحمان يفقد الثقة في مؤسسة دولته يبقى المواطن هذا يولي واش يدير هو ما يخدمش يولي حتى عنصر التضحية حتى عنصر الإتقان عنصر التفاني لدولته ما راح يغيبله وربما راح يفكر ربما إذا أوتيحت له الفرصة أنه يهرب من هذه الدولة لذلك أول فئة نحتاجها أنها تتعامل بالصدق وهي فئة القائمين على الولايات العامة وعلى الأمور داخل الدولة هذه الفئة الأولى المقصودة بالصدق الفئة الثانية أستاذ دحمان وهي الفئة التي تنقل الخبر وتنقل المعلومة للناس إن شئتم بالتعبير المعاصر صدق المؤسسات الإعلامية الإعلامية والإعلام وما أدرك ما الإعلام في زماننا هذا وفي وقتنا هذا أهدر على الراديو أهدر على التلفزيون أهدر على القنوات الفضائية وزيد أهدر الآن على وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي لأن المعلومة أستاذ دحمان تقدر المعلومة هي يعني يعني تبني وتقدر المعلومة تهد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الثلاثة أو من الناس ليوم القيامة ربي يعذبهم عذابا شديدا يقول لك رجل يشق شدقه هو الإنسان الذي كما يقول إحنا يفتح فمه يفسد فمه هو الذي يكون الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يصنع به هكذا إليهم القيامة والإنسان لينشر المعلومة عند الناس المعلومة إذا كانت معلومة صحيحة معلومة موثوق فيها هذا المعلومة تطمئن ولكن إذا كانت المعلومة معلومة فيها كذب وانتشرت في أوساط الناس المعلومة هذه ممكن تهدم هذا بالنسبة لما له صلة بالمؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها وأحجامها المؤسسة الثالثة التي تحتاج أستاذ أحمان إلى يكون فيها صدق ويتفش فيها عنصر الصدق وهي المؤسسة التجارية أو كل ما له علاقة بالمعاملات التجارية ما كانش واحد مننا اليوم لو في حياته يدخل إلى السوق يحتاج أنه يشري سلع يبيع سلع فعملية المبادلات والمعاملات التجارية أمر أساسي في أي مجتمع من المجتمعات والدين تعني علمنا أنه في المعاملات التجارية لازم تبنى على الصدق لذلك أستاذ أحمان النبي عليه الصلاة والسلام انهرح للمدينة المنورة كيف بدأ يبني الدولة تعو بناء الجامع وزد بناء السوق قالهم هذا سوقكم لا ينتقص ولا يضربن فيه خراج لكن السوق ليريد الإسلام تعناه يريد السوق المبني على الصدق لا يكون فيه الكذب لأن السوق التي كانت موجودة مقبل أستاذ أحمان في المدينة المنورة هي سوق اليهود وسوق اليهود مبنية على المعاملات الربوية مبنية على الكذب مبنية على المال الحرام النبي صلى عليه وسلم باش يعطي لهم البديل الذي ينبغي أن يتميز به المسلمون يديروا سوق جديدة أول ما تقوم عليه تقوم على عنصر الصدق التجارة ما هيش قضية قفازة وقضية تكلاخ تكلخ تجارة هو أن الإنسان لازم كيدخل لها لازم يتعامل بصدق لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول واحد الكلمة يقولهم لا يدخل سوقنا من لا يفقه تجارتنا مشي واحد عنده دراهم يدخل للسوق يسيطر على السوق لا أدخل للسوق ولكن لازم تفقه تجارة ومن مبادئ فقه التجارة في السوق أنه لازم تعرف بالليل معاملة تبنى على الصدق احنا ما أحوجنا إلى هذه المسائل في زمننا هذا والدين يعلمنا أستاذ دحمان يقول لك إن التجارة يبعثون يوم القيامة فجارا إلا جاء التجار يوم القيامة بعيد الشر علينا وعلى الناس اللي يشاهدون سيدخلون من أبواب الشر إلا من اتقى وبر وصدق شكون ليسلك شكون ليمنع يوم القيامة هو الإنسان اللي يتعامل بصدق والدين يعلمنا في المجتمع يا خاوتي يا أخواتي واحد كي يروح يتعامل بالتجارة يبيع ويشري لازم كتب حاجة فيها عيب فيها حاجة ماهيش ولا بد كما نقوله إحنا يا لازم تخبر الإنسان المشتري لازم يشري حاجة يشري عن بينا لذلك قلنا بصلاة الله عليه وسلم لا يحل لمرئ المسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء الأخبار به هذا اللي لازم يكون في أسواقنا لازم هذا اللي يكون في المعاملة تتاعنا ممكن واحد يقول لك لو كان تدير هذا الشي لو كان تتعامل بهذا الشي ما يشيروش علي الناس لا لازم تدير في بالك ولازم يكون عندك ثيقة ويقين أنه اللي يرزق هو ربي سبحانه وتعالى ورب يرزقك على قدر صفائك وصدقك مع الناس ما يجوزش أنه الإنسان يدخل الأسواق يبيع ويشري يبيع ويكذب على الناس إذن مؤسسات المعاملة التجارية ولا مؤسسة التجارة الشيخ الأسرة وما أدرك من الأسرة فلا نتصور أبدا أسرة ناجحة وأسرة كما يقولوا قوية بدون تحقق هذه الصفة صفة الصدق نعم بارك لو فيك في بناء الأسرة تحتاج أن تبنى على صدق واحد كي يروح يتزوج ما يكذبش على مرة تتعوه ولا مرة تروح تتزوج ما تكذبش على الراجل تحا لأن العلاقة الزوجية التي تبنى على الصدق وستاذ دحمان ستستمر وتكمل قدام لكن إذا كان الراجل يحسب باللي راه قافز يكذب على مرته ويقول ها نرى نيخ الدام كذا ونسكنك كذا ونصرف عليك كذا ونعيشك في مستوى معين ولا مرة تكذب على رجلها في عندها ربما عيوب معينة عندها ربما نقائص في جوانب معينة وبعد تكذب عليه هذه العلاقة الزوجية التي تبنى على الصدق والمصارحة منذ البداية الراجل يعرف أنه لمرأة تعوره ستستمر لكن إذا كان هو يخدع فيها ويتخدع فيه سيكشف الأمر يوم ما والعلاقة الزوجية هذه ستتعثر عاجل لأنه آجل هذا في بناء العلاقة الزوجية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واحد هكذا يعني خدعوه في بناء العلاقة الزوجية ولذي جتعو واش قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم دلستم عليه راكم كل اختول وراكم كذبت عليه ما يجوزش أنه الإنسان يؤسس علاقة الزوجية على الكذب وعندما تؤسس العلاقة الزوجية عندما تثمر وهذا الوضع الطبيعي لأي علاقة الزوجية أنها تثمر أولادا الديني علمنا أنه من محصلات ومن مخرجات العلاقة الزوجية يكون عندنا أولاد والأولاد هذا لازم لعملية تربوية تبنى على الصدق لأن أولادنا إذا كان ربيناهم على الصدق منذ الصغر هذا الأولاد اللي ترباوا على الصدق والديهم صادقين معهم غدوة كي كبر يخرجوا المجتمع سيكونوا صادقين لكن إذا كان ولفناهم أنه نكذبوا عليهم حتى وهما صغار كي يكبروا وسيعتادون ويألفون الكذب لذلك في هذا المقام مستد دحمان نحن نشوفه النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات واحد المرأة قالت لوليدها سقات لوليدها عيتتل وقاتلوه هيه تعال أعطيك أروح يا وليدي نعطيلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم واش رح تمديله قالت له حبيت أن أعطي له حاجة حلوة حبيت أن أعطي له حاجة يأكلها حبة تمر قالها النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة لو كان المرأة لو كان الأب يزقي الوليد ويقوله يا وليدي نعطيه لك حبة حلوة ولا حبة تمر ويوصل الولد وما تعطيها له شارك كذبت عليه يعني إذا كان هذه حبة تمر ما لازمش نكذب عليها ما لازمش نكذب فيها مع ولادنا فمن باب أولى كل الأمور الأخرى ما لازمش الإنسان يكذب على أولاده فمن رب أولاده على الصدق هؤلاء الأولاد هم الذين كما قلت سيخرجون المجتمع في المستقبل ويمسكوا بمسؤوليات معينة وبمهام معينة سيكونوا صادقين لكن إذا كان واحد والفل والده منذ الصغر أنه يكذب والده يكذب عليه هو يشوف بعينه كما مثلا أستاذ دحمان يجي واحد يصقي لك يقول لك يا فلان أرواح يا فلان أرواح وينوض الواحد يقول لوليده يا وليدي روح قلوب لباب ما هو ش موجود هنا الولد يشوف بابه راه قدامه هو يروح يجاوب هذا الإنسان ليجي صقيلك يقولوا باب ما هو ش هنا في مثل هذه السلوكات والتصرفات ليرى احنا نحسبوها بأمور بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فهو خلل طربوي كبير في الحقيقة أرىنا نربي عليه أولادنا فنحتاج في أسرنا إلى تنشئة وتأسيس وتربية أولادنا على عنصر الصدق نعم شيخ كذلك في حياتنا اليومية قد تعتغينا بعض المشاكل وخصومات مثلا تستدعي أن الواحد يقدم شهادة في مجال معين وهذا الشيء مهم جدا شيخ أن يكون الإنسان صادق في شهادته نعم الصدق في الشهادة وعلى بالك من الكبائر اللي ينهى عليها النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يشهد شهادة الظهر كي قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا له بلى يا رسول الله بدأ يحس بلهم لإشتراكوا بالله وعقوق الوالدين كيوصل النقطة الثالثة شهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا قالوا صحيح الصدق في الشهادة لكن نحن نستدع ما نستعتقد بلي صدق في الشهادة هذه أن الإنسان يقدم شهادة تعوى يكون صادق فيها غير قدام اللاجستيس قدام القاضي لكن ممكن الواحد منه يعيش حياته كامل وما يروحش اللاجستيس وما يحوسه عليه وما يسقسيه واجعله هذا مفهم أوسع يعني هذا مفهم الصدق في الشهادة مفهمهم أوسع ومن معاني الصدق في الشهادة أستاذ أحمان مثلا صدق الأطباء صدق المهندسين صدقه يعني مراقبي الجودة طبيب مثلا واحد كي يجي عنده واحد يقولوا راني مريضة هو ماهوش مريض وانت تعطيله شهادة طبية تعطيله نريده ترافا يتقوله لازم لكسمانة ولا خمسة عشر يوم هو ماهوش مريض يدي هذا الشهادة لتعطيها لأنت أيها الطبيب يروح يستعملها يوظفها يستفاد من تعويضات معينة ويستخدمها في أماكن ولا في جوانب معينة وهذا لا يجوز من ناحية الشرعية لأنه رك رك تعود ورك تولف وأنه يسرق بطريقة مقننة بطريقة قانونية فالطبيب الإنسان الصادق هو الذي كي تشهد على واحد مريض إذا كان المريض يستهل أنه تعطيله وانا لو الطراب يعطيله إذا كان ما يستهلش ما تعطيلوش لأنه هذا من صدق الشهادة كما نقول احنا يا انا اكسبير ولا خابير استاذ دحمان ليروح مثلا يدير الخبرة تيعو على عمارة معينة ولا على طريق معين وعلى جسر معين يشوف باللي هذا العمار ما تبناتش كما لازم الحال هذا الطريق ما تخدمش كما لازم الحال هذا الجسر لم ينجز كما لازم الحال لم تحترم فيه المعايير القانونية إذا كان شفت باللي لم تحترم فيه المعايير اللازمة تعطي الشهادة تاعك باللي لم يحترم ما نديرولوش لكن إذا كان رحت وشفت باللي كل هذا الأمور لم تحترم وتعطي تعطي تقولهم ما عليش ترسيبسيونيوه أم بعد يظهر بعد أيام أنه هذا العمارة تسقط ولا هذا الطريق يفسد ولا هذا الجسر يطيح هذا يعتبر من صدق الشهادة أيضا أستاذ أحمد مراقبي الجودة الكونترولور مثلا دو كاليتي كي رح يدخل لكاش مطعم ولا يدخل مثلا لمحلي بين السلع خاصة السلع لات الاستهلاك الواسع تلقى السلع رحي فاتت الصلاحية تها السلع بيريمي كما نقولوا إحنا وتروح تمد للافيتاك ولا ديران بيبلي أرايا سريا ناسينيالي كما يقولوا والسلع هذه تتباع الناس يكلوها يتضر من وراء ذلك تدليف فهذا أيضا يعتبر شهادة زور إنسان لازم يقدم الصدق التاعه كما لازم الحال في المعاملة اليومية أستاذ دحمان أحيانا يجيك واحد يقولك أروح يا خويا سنيلي في الورقة الفلانية أتستاسيون نون صالاري تروح تعمر وثيقة يقولك راهي مرتي ولا بنتي باللي ما يش خدامة أنت تروح تسنيه أركي في الحقيقة راهي مرته وخدامة ولا بنته وخدامة أنت تسنيه له ألا ميابل بالطريقة والديا يروح يدي الورقة هذه التاعه أستاذ دحمان يروح يستعملها عند مصالح معينة يستفاد فهذا يعتبر أيضا من الصدق في الشهادة ما تسنيش على وثيقة إلا إذا كان استوثقت وإذا كانت أكد بل فعلا هذا الإنسان ما هوش خدام ولا المرة هذه ميش خدامة أحيانا أستاذ دحمان كان البعض لمثلا يدير مثلا ما يسمى بلي سيرتيفكا دو في ولا شهادة الحياة يجي كمرة تطلب بعض الدول مثلا كيكون واحد بشيع يستفاد من منحة معينة بونسيو معينة من مثلا فرنسا ولا من غيرها يطلب مثلا من سنة إلى سنة شهادة حياة فكان بعض الناس ربما يقولك هذه دولة كفرة وهذه دمش دولة المؤمنين ما عليه يشاروح برك شهادة بلي بابا ولا جدي راه ما زالوا حي وفي الحقيقة بالك راه بابا وراه جده ماتوا عنده سنوات يقولك روح شهادة بلي راه حي يقدم هذا الشهادة ويروح يدفعها للمصالح المختصة بش يستفاد من هذا المنح فالإنسان لازم كي يشهد في هذا المسائل لازم يقدم شهادة حق إذن الصدق في الشهادة أحيانا حتى في مناسبات ومواعد انتخابية أيضا أستاذ دحمان أنتكي تروح تنتخب على بالك بلي هذا الصوت تاعك اللي تمده مده للإنسان اللي تشوفه يصلح إذا كان رك مدته الإنسان يصلح ينفع البلاد وينحي الفساد وينحي المنكر وينحي الباطل هذا يعتبر من الصدق في الشهادة لكن إذا كان شفت واحد ما هوش مؤهل ما عندوش الكفاءة اللازمة كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي هو الإنسان اللي عنده المؤهل عنده لكباسيتي يقدر يسير هذا المكان والأمين هو الإنسان لما يخونش الإنسان لما يخدعش إذا كان شهدت على واحد يصلح فبها ونعمت لكن إذا كان قدمت شهادة الإنسان لا يصلح فهذا يعتبر شكل من أشكال خيانة الصدق في الشهادة إذن هناك أمور كثيرة في مسألة الصدق في الشهادة نتمنى أنه إن شاء الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات فقهوا عننا هذا الرسالة وفقهوا عننا هذا البعد إن شاء الله أي جزيك شيخنا الفاضل دكتور كلمات نيرات خرجت من قلبكم سعى الله عز وجل تحط على قلوب الجميع إن شاء الله عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصدق فقال الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وفقنا الله عز وجل لا يبركي شيخنا الفاضل إخواني أخواتها قد وصلني لختامي هذا العدد أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق ويحشرنا مع الصادقين والصديقين إن شاء الله سبحانه وتعالى وعيدنا معكم يتجدد الأسبوع القادم من أحيان الله عز وجل إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضعه ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر